السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في مجموعة دروس السنة التاسعة اعدادي اي التالتة اعدادي كما تسمى في هذا الوقت مقابلين عن الامتحانات المحادة نرتقينا اننا ندر مجموعة دروس عن بعد نساعدوا بالتلاميذ اللي راهم حاليا متوقفين على الدراسة او لاحتمل من بعد تبقى صداقة جارية تمنى وتفرجو وتبرتاجو لكي تعمل فائدة الدرس اول درس هو الحساسية الشعورية اذا الحساسية الجسم كما تنعرفوا يطلقها اشارات متعددة ومتنوعة من الوسط الخارجي واخرى من داخل الجسم هاته ينتج ردود افعال وسلوكات معينة الهدف منها اندماج الجسم في وسط عيشه والتعامل مع مختلف مكوناته اذا كيفاش كيستقبل الجسم هذه الاشارات وكيفاش تأثير ذيها للمراكز العصبية كما تنعرفوا بان هنا مراكز العصبية اللي هو المخ والنوات يعني هو اللي كيتحكم في هذا الشيء اذا كيفاش تأثير ذيها للمراكز العصبية الحساسية او المستقبل والمخهمة الأعصار كيف نسميها بالحساسية الشعورية بالنسبة للمراكز العصبية بالنسبة للمراكز العصبية او لا حمضي او لا حلو او لا مر وكيفاش تأثير ذيها المنتقى بالنسبة للمراكز العصبية غير حساسة للأدواء او لا حساسة للمراكز العصبية في هذه الوثيقات هنا تصوير المخ يعني هذا تصوير طبي للمخ يعني تكشف على مناطق ناشطة يعني الجسم يستقبل ايهاجات من الوسط الخارجي او لا ينتج حركات يعتمد في هذه التقنية يشوفوا صبيب الدم في مختلف مناطق المخ يعني يكون شمين طاقة الدم في المخ كي يكتر صبيب الدموي فيها وبالتالي كتبيننا بأن هذه المنطقة او هذه الباحة هي اللي خاصة بهذه الحساسية اذا كما شننا في الوثيقة واحد وثلاثة تحت اسفل الصورة كين واحد نشاط دموي اذا ذوك الباحات يختصين بشي حساسية وفي الوثيقة جوج كين غياب ديال الصبيب الدموي اذا ما كينتشي حساسية يعني ما كينتشي تهييج بالنسبة الوثيقة نقولوا الارتباطات الشراحية بين العين والمخ يعني كاتتتت التقط يعني كتشي حسيوا صورة أولادي كتدوز الشبكية إذا كمشنا العصب هو الي يوصل العضو الحساس بالمخ هناك عصب بصاري هناك قشرة بصارية في مؤخرة المخ و المخ مقصوم على جوج نسف كرة المخ الأيمن و نسف كرة المخ الأيصر نقول أنك تصل رسالات عصبية من بطيقة من أعضاء الحس إلى باحات متخصصة في المخ إلى التلفات معينة على نسف الكرة إلى فقد الإحساس بمنطقة معينة نحن نقوم بتجربة على نسف الكرة و خربنا له باحة لذلك سوف تقوم بتحساسية و إحساس بمنطقة معينة بالنسبة للجسم المعاكس لأن الجسم مقصوم على جوج نسف الأيمن و نسف الأيصر بالنسبة للنسبة للأيمن يتحكم فيه الباحة نسف كرة المخ الأيصر بالنسبة للجسم الأيمن يتحكم فيه نسف الكرة المخ الأيمن إذن هذا ما العكس يعني منطقة تجاه المعاكس مثل هنا في الوثيقة أدى إلى قضاء العصبين البصريين إلى العمل كلية يعني الأعصاب هم الذين يوصلوا و يحللوا الصورة يعني كتبان في العين الشبكية كتوقع الشبكية و تمشي من طرف الأعصاب كتوصل إلى المخ و من المخ يرسل لها تقول بأن هذه تعطيها كيف تتعني ذلك الصورة إنسان يتعرف على ذلك الصورة إذن في هذه الوثيقة خمسة كتبين لنا يعني منظر جانبي لدماغ الإنسان و كل فص باش مختص مثال في أعلى المخ على الدماغ كين باحة الحساسية العامة في الأمام كين قشرة مخية و فص جبهي باحة الضوق أنتما كتبوا جاءت في الوسط لكن ماشي من هذا المعي إذن هنا قلنا جاءت باحة الضوق إذن هنا كين فص صدغي هنا باحة السمع هنا باحة الإبصار لذلك كين يوضح أن شخص المخ يطح على القافة دياله و فص قفه يعني يطح على القافة دياله يعني على الوراء دياله يمكن يتصاب بالعامة يعني لتخربات له هذه الأعصاب هنا في هذه المخ يعني هذه المنطقة الإنسان كيف قد الباصر هنا عندنا مخيخ هنا باحة السمع إذن المخ متقسم إلى باحة و كل باحة متقصة بشي حساسية شعورية إذن كماش فينا لحد الآن نقلنا العلاقة بين الأعضاء الحسية وبين المخ هنا في هذه الوثيقة تبيننا تشريح عين حيوان تدي إذن في آخر العين قلنا كين واحد العصب باصاري هذا العصب الباصاري الدور دياله كنو؟ الدور دياله قلنا منين العين مثل كتشوف كيسم مستقبل حسي كتشوف واحد صورة مثل العين كتشوف واحد الصورة مثل العين هذه كتشوف واحد الصورة يعني كرسالة تنتاقل عبر ألياف عصبية حسية تنتاقل يعني هاد السيالة العصبية نحو المركز العصبي للمخ يعني هاد السيالة العصبية مني كتمشي يعني المخ يعني المناطق المخصصة لها يعني باش تحلل وقد ترجع تتبين بأن المخ تتبين تتعرف بأن هاد السيالة العين هي مستقبل حسي فقط كتنشأ واحد السيالة العصبية كتنطاقل كما قلنا على مستوى خلايا شبكة العين وتنقلوها الألياف الألياف العصبية البصرية هي التي تنقلها يعني كما قلنا هنا كمش نفاد الوثيقة 8 كل ليف يعني كل عصب بصري يحتوي على حوالي مليون ليف عصابي هذه الألياف العصبية هي المسؤولة عن نقل السيالة العصبية إلى المخ إذن من خلال هذا الدرس تتبين لنا بأن الحساسية الشعورية نتنقلو تربط أعضاء الحس الإنسان بمحيطه الخارجي حيث تمكنه من إحساسات متنوعة حسب طبيعة الإهاجات إنها الحساسية الشعورية التي تتطلب مستقبلا حسيا مستقبلا حسيا لاستقبال إهاجة وإحداث رسالة عصبية أليافا عصبية حسية توصل السيالة العصبية نحو المركز العصبي لواء المخ مركزا عصبيا يعني فينا تتحلل يعني هو الإدارة وضع القرار حيث تحلل مناطق متخصصة من المخ السيالة العصبية وتحدد طبيعة الإحساس إذن الحساسية الشعورية هذا الدرس يعني شنو كي تطلب مستقبلات وألياف ومركز العصبي ليس مثال ملعين ليس مثال اللمس يعني لمستي شي حاجة ساخنة يعني أول ما تتلمسها دوك السيالة كتكون واحد السيالة العصبية على مستقبل حسي ودوك السيالة العصبية كي نقلوها دوك الألياف العصبية بوحد السرعة سرعة البرق كي يوصل لدك شي المخ على أساس بأنه نجنو كيتحلل بأنها دك رحة يعني واسساخنة ولا باردة ولا يعني النوع ديالة والمخ كي يرسل واحد سيالة عصبية للعضلات مثال باش كتخطف اليد يعني كتلقى تلك الحركة لا إيرادية هذي كتكون سببا سببا المخ إذن كما شفنا هذا والدرس ديال حساسية الشعورية ونتمنى أنكم تكون استفتوا من الدرس والله ولي التنفيق ومتنساوش بارتاجيو باش تعمل فائدة وليما فهمش الدرس بطريقة أخرى يمكنه خلي لي أسئلة التحت ونجاوبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذن قلنا هذا كان درس الحساسية الشعورية ترجمة نانسي قنقر